اهلاً بيكم وحلقة جديدة من برنامج الجريء والجند النهاردة معانا فاكرتين معانا العميد الشيف سامي إبراهيم ازاك استعمل عامل ايه مطعم العميد بصراحة قلب الدنيا بشبه هو معانا الميكب أس الجميلة مارو يحي ازاك حضرتك امي الحمد لله ازاك امي ازاك الحمد لله ازاك يا مارو ازاك حرفتك ازاك حرفتك جميل اهلاً بحمد لله هنبدأ معاك يا مارو اقول لنا انتي ميكب أرتست وخبري التجميل دخلت ازاي المجال بتاع الميكب دخلت هوية دخلت هوية 8-7 ساكت يعني انتي ما خدتش كورسات ما بقالت كتير افضل انا بدقالت كتير في المجال دا وتانا بقالت بتاع خمس ست سنين بس مش اكتر ام اه بس ايه وبعدين بعد ما خدتي هوية وبدأت انك تشتغل ازاي بقى اول حد عملت له ميكب كان حد من قريبك ولا من صحابك ولا كانت الخطوة على طول دا اتفتحت كوفير صغير وعملت فيه مشروعي كان طبعا ضده لا او 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 حاجات كتير سمعتها كتير بس الحمد لله يعني من جد واجد زي ما بيقولوا كده الحمد لله يعني كل حد لما بيكون حد حابب هواية او حد حابب مهنة كل ما بيتقن فيها كل ما بيلاقي الدنيا ما عارت الحمد لله فضل ربنا الحمد لله الناس كتير كتير منتظررني والله العظيم الحمد لله فضل ربنا يعني يعني الناس دلوات كلابت مسيليكم جدا على الدعوة بتاعيكم الجميلة دي انت ناس كلها دلوقتي بتتفرج عليك ايه صحي كده ايه تعبت قلهم ايه طيب في البداية كده اللهم والله الفضل لله وصم هم والناس اللي بيحفزوني كتير يعني الحمد لله والشكر لله يعني فضل من ربنا وفضل منهم مين الناس اللي دايما نوقف في ظهرك وبتدعمك جوزي او الحد وولادي وماما واخواتي وحبايب كتير اللهم لك الحمد يعني الحمد لله طب يا طرق المروعة لما تعملي ميكاب خطوبة بيفرق كتير عن بيبقى هو هو نفس ما بيبقى في الزفاف ولا بيختلف اه لا طبعا ده بيختفى اخرى دي يعني مش الميكاب نفسه سواري غير الزفاف تمام اه في عرايس بيبقى عايزة ميكاب اوبر اه في عرايس عايزة ميكاب سيمبل العروسة الخطوبة برضو حسب فستانة وحسب لونها وحسب صيلها هتطلع بشهر هتطلع بطرحة طب انا دلوقتي لو مثلا عندي رأيي لك اللي انا عايزة ميكاب اوفر وانت شايفة لنا مينفعش نام الاوفر مينفعش عن الاوفر ايو رأيها انا بسيب العروسة لو انت سيبتي لرأيك ليا انا يعني الحمد لله بطلع العروسة زي ما انا شايفة وعايزة وبالفعل عملت كده في بنتي اسمت العين كمان انا عايزة اسألك اخر حاجة عشان انا شاكلي هشتغل ميكاب ارتس انت عاجبك الميكاب بتاعي جميلة عاجبني وقفتك الله بجده جميلة يعني اه انا عامل النفس يعني اي 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 اشتغل بحب ده قوي انا بحب الحاجة الناشرال الحاجة الطبيعية قوي يعني بحب الحاجات اللي هي فيها اوفر بحب الالوان النود قوي هنروح بقى للشيف هاست العميد ليه ليه سميت المطعم بتاعك العميد العميد ده ايصا طويلة جدا كان ميني وبين صديقي اللي هو محمد صلاح الدين باسيم دلوقتي قصة كنت انا جاي من بره وكده 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 اريد اشتغل في الدار الكوات الجوية وبعدين قال لي طب ان شاء الله هاتلي وراء بتاع كده فلما جيت وقال لي ان شاء الله نستناني بقى نخلص في شهر 7 اللي جاي ونفتح محلي مع بعض هل قلت له خلص اوكي ميش فانتظرت هو ربنا بقى كرمه كنت اقل لي نسمي المحل ايه طوله ردبتها كده الوقتي كان عمي الساعدة طوله قال لي نسميه طوله نسميه العميد قال لي اسمه جديد طوله نعمل كمان حاجة جديدة نكون نعمل العيش قدام الزبون كل حاجة قدام عين الناس يعني عامل ويبقى الصلاطات حضرك تعبي الصلاطة بتاعتك وتاخد حاجتك بنفسك وتستنى في التراث او في المكان اللي تستنى فيه والحاجة تستميل اهلا مانيت قدام حضرك كده فقال لي تبقى حاجة جديدة استنى بقى ايه انا ربنا نسهل واخره ونطلع ايه مع بعض ده بعد كده بقى ربنا كرمه وترقع انا بقى فتحت بقى العميد لوحده وهو بقى ربنا تبقى تعملين النهارده بقى ان شاء الله ان شاء الله هنعمل فراغ مخلية محشية بالرز باللحمة المفرومة والكبد وموانس وتشيكين ميلانيز او دجاجة على الطريقة الايطالية اه ورز ابيض وهو بطس محمرة ورز اللي هو بالخط اللي هو مع الفراخ المحشية جواعتنا والله لا بالهانا وشيك انا هم حاجة اكتر انا لازم لازم امان احنا جايينيه تحت عمركم تحت عمركم فان شاء الله الرز هنبدأ الرز الابيض هذه الرز ابيض نحط عليها ملح فلفل رنفل ورق لورة والزبدة بتاعته بس نحطها على النار لمدة 25 ديال 25 دا يكون الرز استاوى واللوه الرز باللحمة المفرومة بصلة واللحمة المفرومة كبدو ونصة معها وبعدك نحط البيون بتاعنا او المية او الشربة اللي هنحطها هننزل بالرز بتاعنا ورده 20 ديال يكون استاوى الرز دا بعدك نحشر الفراخ هاخليها دلوقتي قدام حضرتك الفراخ هناخليها هناخلي الفرخة هنخلي هنخلي السدر الملانيز هنعملها من السدر الفراخ والفرخة المخلية المحشية هنعملها من الفرخة كلها ككل هنشف بقى بسو يا جماعة بسو بيعمل اللي بيعمل عظمه والله مش ايه حد طريبا يا شيف بيعرف الطريب ولا اي ستة بيت تعمل كده لا اي ستة بيت صعب عليها دي خليت الفرخة تبقى صعبة جدا بس مع التكرار مع التكرار طبعا مع التكرار هتعرف ايه الحاجة دي طيب مروة قولنا ازاي وصل بيكي من بداية الميكوب لحد ما طلع الموديل دا يعني بدأتي ازاي في الموديل دا اولا ميكوب ايه لوك ايه اه حاجة كده سيمبل يعني اه يعني دا تروح بيجامعة مسلا تروح بيخروج عادية لا لا جامعة لا مش للدرجات دي يعني حاجة الجامعة دا خطوبة اه سوريه سوريه اه اه مني سوريه لا بس دا مش سوريه اوي كده اه يعني دا هادي انا حاسة سيمبل اه ماانا بقول اسمبل هو سيمبل بمااننا احنا كنا جايين انا كنا فاكرة ان انا جايها الوقت بقي بدري فبرضو عاملنا الميكوب سيمبل اللي هو الحاجات مش احنا راحين صوري فرح ولا حاجة احنا راحين مناسبة راحين ناقابل حد مش اللي هو نعمل الحاجة هو دا الميكوب بتاعنا اللي هو الهادي اللي احنا راحين خروجة طيب بدأت ازاي اول حاجة بتحطيها ايه اه نورة بشريتها اصلا دهنية دهنية مسامها واسعة الدنيا معها بتبقى مش اي فاندشان يمشي معيها نور على فكرة معي معي في شغلي شغلها معيك او بقى لتثلاث سنوات مع بعض والطرف تعمل ميكاب برضو زال فلو بس بشرتها بعني منها في مش اي فاندشان يمشي معي وحضرتك خطيت لها برايمر اول حاجة برايمر او اول حاجة برايمر بتكون عاملة اي ميكاب لو احنا عنام الميكاب السواري بنكون عاملين السكرابات التنظيف بتاعت البشرة دا لو انا عندي عروسة بقى بغض النظر عن نورة لو انا عندي عروسة ببقى طب انت ازاي بتدميجي الالوان في بعضها ايه تعملي دمج الدمج دا بصي هي مش مهنة بتبقى حرفانة مش اني انت تحطي لون الوان مثلا بتدميجيه هونك تحطي لون اورانج على بني لون الوانات اللي هي التوبيات طب اللينتز لون بشريتي مسلا كل واحدة بيبقى ليها لون بشرة مختلفة اه طبعا فكل واحدة بيمشي معاها لينتز معين صح؟ طبعا بس انا مش اي لبس الجري العسلي طب انا يمشي معايا على بشريتي الازرق جميل فيك اوي والله الازرق جميل فيك طب احنا معنا صور ليكي عايزين نشوفها الميكاب بتاعك وعايزك تعلق لنا عليها اعلق عليها؟ اه تشوف السؤال ايه ده الكرت بتاعك صح جدا؟ دي عروسة نعم دي بقالها سانة ميكاس عروسة بقالها سانة نشغالها أكتر عروسة؟ اه عروسة بسورية خطوبة وزفات في كتب فقرية دي اه ده جميل جدا ده برونزي ولا هي بشريتها كده اصلا؟ لا برونزي ده حلو برضو عروسة دولة دي كانت ديتها من كام يوم دي كانت من كام يوم يعني دفتوبة؟ اه لأ مش خطوبة هي مدام ده سورية ده بالنسبالي يعني انه هو كانت عاملة نيكوب بتحفة قوي هي بفراحة بعد ده جماعة اللي تحت ده البيتجي بتاعت بتاعت الفيسبوك بتاعت مروة يحية اه نيكوب بتاعتها ده جدا شكرتني عليك جدا لانا كنت جميلة او تلين سمي يا فوركة عشان معي اربع بنات معي اربع بنات والد طيب بنا يخليكي طيب اخر حاجة رسالة تحب توجيها للناس اللي هي بتتفرج عليك دلوقتي والعملة اللي هم معاك او كلانت اللي هم بتعاملوا معاك على طول دايما تحب تقولهم ايه؟ بوس الكاميرا وقلهم اقولهم ايه؟ اللهم بجد يعني بشكر ربينا وبشكرهم طبعا هم وقفين جنبي والناس اللهم ملاك الحمد بيحبوني جدا وانا الحمد لله محبوبة جدا ويا رب يكون نظيفة كده خفيفة كده عليك وكده وعصولة زي ما انت عارفين دي الله انت فعلا على السؤولة دي كلمة عايق اشيف اتفاضع فعند ايه دلوقتي بنعمل ايه؟ دلوقتي احنا بنخلي صدر الفرخة اللي هنعمله على الطريقة الاطلية وهنخلي الفرخة دلوقتي المحشيها وهنحشيها دلوقتي على طول طيب بكده نكون وصلنا لاختام اول فكرة معانا هنروح لفاصل ونرجع لك تاني شكرا